قرطنا التالية للطفولة فرح وخاصة طبعا التأخر بالكلام ورح نحكي عن الفرق بين اللغة والكلام وإمتى ممكن الأهل فعلا يتوجهوا لعند الأخصائي لما يشوفوا هالمشكلة عند أولادهم مع ضيفتنا أكيد ألاء كرمن شاهي ماجستير بتقوية الكلام رمضان كريم ويساعد صباح أهلا وسهلا فيكم كل عام وطبخير رمضان كريم على الكل رمضان كريم عليك وعلى عينتك اليوم دعونا نحكي اللغة والكلام تعريفهم بشكل صحيح الفرق بينهم وأبرز المشكلات التي تعتبرنا اللغة هي عبارة عن بجموعة رموز متعارفة عليها بين أبناء المجتمع مثلا أنا ونتي منعرف أن الكرسي هو الكرسي الذي يعود عليه متفق عليها وإلى أكثر من مكونات الكلام هو الشيء الذي طالع من خلال النواطق اللغة هي الميظل الواسع على الكلام اللغة الموجودة بالدماغ بينما الكلام هو الطالع عن طريق النواطق تمام فشال ما نخلط يعني الفرق بين اللغة هو الشيء الواسع نحن نقول لغة مفردات اللغة هي كل شيء كل شيء يعني مثلا أنا بدي أحكي جملة هلأ نظمها بدماغي بس بحكيها عن طريق الكلام تمام فاللغة هي الشيء الموجود بدماغي المفردات الرموز اللي نحنا متعارف عليها بينات بعضنا بتطلع عن طريق كلمات مثلا بدي أشرب مي فبدي هي كلمة وأشرب هي كلمة فهي كلمات طالع عن طريق النواطق يعني بس تتحرك النواطق ويأخذ نفس وطالع عن طريق النفس هاي الكلمات فهي بتطلع الكلمات بينما اللغة هي أعام يعني مثلا أممكن أخبرك شو يعني فحيمتي علي أنه أناrei أو نعم أو مثلا يعني ما بدي بس ما حكي فهي اللغة عم عبر أنا عطريق الإيماءات بينما الكلام هو شيء اللي حكيته تمام يعني هذا الفرق بين هلأ إذا نحكي عن المشكلات بين المشكلات التي تندرج تحت الكلام واللغة فهي كثير كبيرة دعني أعطي مسميات في عنا الاضطراب اللغوي الذي يكون مترافق مع أطفال التوحد أو أطفال الدام أو اضطراب لغوي مترافق مع نقص السمع في عنا مثلا تأخر لغوي تأخر لغوي الذي يكون مع الأطفال الصغار الذي يكون عمرهم سنتين ونصف للتسنين وللسا معها حكيون مكتير زابط في الاضطراب النطقي أو الاضطراب الفونولوجي هدولي بوقت اللي طفل بيبدل بين صوت الصوت في عنا التأتأة كمان باب من أبواب المشكلات يلي نحنا نشتغل فيها ونعالجها طيب أعلاق يمكن كتير من الناس هلأ أولادهم بيتأخروا بالكلام أو النطق وممكن عم يضلوا لسن أربعة سنين بيخافوا يعني في عندهم كتير تساؤلات ممكن يكونوا عملوا كتير فحوصات وما ظهرت عليه أي أعراض توحد أمتى ممكن يلجأوا لأخصاء لتقويم النطق واللغة خليني فند الموضوع لأربع أبواب أول باب هو أنه وقت الطفل بيولد وعنده مشكلة واضحة مثلا طفل داون بيولد معروف قدام الأهل أنه هو داون فالمفروض الأهل فورا يتوجهوا لأخصاء تقويم كلام واللغة لا يأخذوا منه التدخل المبكر الذي يجب أن يساوه مع طفلهم بيصير عمر الطفل ما عنده داون أو ما عنده نقص سماع مثلا كمان نقص سماع المفروض بخلال ستة شهر يكون بلش يبين عند الطفل أنه ما عنده نقص سماع صار عمره السنة بلشت سلوكاته مكتير صح فممكن الطفل يكون عنده طيف توحد فرضا بلشت فيه أعراض ما تشبه باقي رفقاته أو باقي أقرانه فكمان ممكن أنه الأهل يكونوا عم يبلشوا بشي مبكر ليشوفوا طفلهم وين شو بشاكله هلأ طبعا طيف توحد ما بيتشخص بعمر السنة بس ممكن فيه رهاضات أولية بتخلينا نعرف أنه فيه مشكلة أو لا ما فيه مشكلة الأهم أهم شيء بالموضوع أنه الأم تقارن الطفل مع أقرانه يعني ابني عمره سنة سنة ونوص سنتين شو عم يحكي شو عم يتصرف ابن الجيران بيكون أدو ابن خالة ابن رايبينا وكتير مهم أنه تقارن الصبيان مع الصبيان والبنات مع البنات أنه فيه شوية فروق فردية بيناتهم المقارنة هي بتساعدها للأم لحتى تلاقي إذا ابنه متأخر أو لا هلأ إذا الأمور مشيت بالسليم والطفل ما عنده أي شيء مثل ما حكيت حضرتك أنه ما عنده مشاكل سألت لا عنده نقص زماع لا عنده سلوكات صحيحة سلوكات خاطئة ما عنده أي شيء بس لسه الطفل متأخر هلأ كمان أنا لح أحكي لحتى شويك يعني الأهل يعرفوا ممكن إذا الطفل صار عمره سنتين ونص ثلاث سنين وبيحكي مفردات يعني بس ما بيركب جملة من ثلاث كلمات فالأم المفروض تبلش تتوجه لعند أخصائي تقويم كلام واللغة إذا صار الطفل عمره أربع سنين ولسه ما بيستخدم ضمائر أو ما بيستخدم بعض الكلمات الوظيفية يلي مثلا بدي أعد على الكرسي فما بيقول عل أو مثلا ما بيقول أنا ما بيقول أنتي فكمان المفروض إذا صار عمره أربع سنين تسأل أم أخصائي تقويم كلام واللغة إنه شو فيه حتى نحن نبلش نتدخل إذا صار عمره خمس سنين وجمله مو كتير واضحة ما عم يعرف يسرود أو ما عم يعرف يحاور كمان مفروض إنه الأم تتوجه لعند أخصائي تقويم كلام واللغة هلأ فيه بنت ثالث واللي هو مثلا طفل عم يحكي منيح وجملته مركبة وأموره كلها بخير بس عنده إبدال أو بالأصوات الصوت هو نحن منقله صوت هو حرف يعني الاس الاش هو صوت فمسلا بيقول كتير من لاقية عند الولاد هلأ ححكي عنا هلأ وقت اللي بيقول الكا تا نحن كمان هنا في شيء اسمه عمر اكتساب الصوت هذا البند الثالث يعني عم بحكي عنه فإذا الأول شيء نحن لعمر أربعة سنين أو أربعة سنين ونص نحن بيكون طفل عنده عمليات فونولوجية يعني بيبدل كتير وبيحزف وبيشوه أصوات فنحن ما عنا مشكلة بهذا البند يعني إذا يصير عمره أربعة سنين ونص الأم كمان مفروض بعد الأربعة سنين إذا عنده هاي المشاكل مفروض تتوجه لأخصائي تقويم كلام واللغة هلأ نحن نشتغل معه على عمر اكتساب الصوت يعني مثلا نحن عنا الأصوات مؤسمة لمجموعات مثلا أصوات الانفجارية مثل البا والكا هذول بيكتسبوا قبل الأصوات الاحتكاكية مثل الاس والاش فنحن على حسب عمر الطفل وحسب سن اكتساب كل الصوت هو عم يبدله أو عم يشوه أو عم يغير فيه منعالجه حسب عمره أصعب الحروف مثل ما قلتي مكان السين والشين ليش هذول مكان أصعب الحروف فسعلا أوقات بيبدل بيناتهم والولد وما بيلخزهم أو بيقرط بيقول إث مثلا أو إيش تمام فنحن نشتغل يعني معه هو بيكون هلا أحيانا بيكون مشكلة ما قص طمع بس الأهل مو من تبهين تمام وممكن لا ما عم يسمعه صح أو نحن كمان في كتير خطأ نحن منبسط بحكي للولد وقت اللي بيكون عم يحكي فمنروح من قلده مثلا بثكوتة ومنصير من قلله بثكوتة فهذا ما عم يسمع الصوت صح كل كلمة عم يقول فيها إس خطأ نحن عم نعيدها إس خطأ فمعد سمع الصوت صح فمعد حكا صح بينما وقت اللي هو بيقول بثكوتة فرضان ونحن قلنا بثكوتة وأكدنا على الإس كيف تطلع فالولد لحينتبه أنه هو حكى خطأ ويرجع يكرر صح هلأ وممكن كمان يكون طفل يعني الأهل بيتوجه الأخصائي نطق وقت اللي بيظهر تصل بعض مظاهر التأتأ كمان التأتأ نحن نفندها لقسمين قد تكون عدم طلاقة طبيعية واللي هي بين السنتين سنتين ونص لأربعة سنين ونص بس المفروض الام وقت اللي بتزهر عند ابنه مظاهر من التكرار بالجمع بالبعض الكلمات يصير يكرر المفروض أنه الام تسأل أخصائي تقييم كلام ولغة هل المشكلة وقت اللي بتبلش بتزيد هل في مشكلة أو لا ما في مشكلة من خلال بعض الأسئلة من خلال تقييم بسيط منطمن الأهل ومنعطيهم شوية توجيهات هلأ إذا صار عمره أربعة سنين ونص ولسه عنده تكرارات وتأتأ وبلشت تزيد وأحيانا بيترافق مع حركات جسدية مثلا عصر بالوش أو حركة هيك ربش أو شي فكمان المفروض الأهل فورا يتوجهوا الأخصائي تقييم كلام ولغة إجمالا هاي يعني أكثر الحالات اللي ممكن طبعا فيها عندنا لسه أبراكسيا وقصص تانية يعني بس بتكون واضحة من الظغر مو أنه والله إن فجأة لقيت ابن أماعمي أو حبت لقيت فجأة أنه في حدا بيحكي أحسن منه فهون بلا تنتبه يعني أنه شو صاير تتوجه لأخصائي تقييم كلام ولغة هلأ في شيء كتير مهم عن المقارنة لما نحن بنحكي كمان البيئة بتختلف من بيت لتاني يمكن بيقولوا أنه البيت اللي فيه ولاد من عمر هذا الولد أو أكبر بشوي أو حتى الولد اللي بيتحاكي كتير من قبل الأهل السد والجد العائلة أو حتى الأطفال يمكن بيحكوا أصغر أصغر هل هذا الشي صح وهذا الشي يمكن قد يمنعنا نقارن بعائلة تانية يمكن عندها طفل وحيد أو ما عنده أو حتى لسه بعده مانه بالروضة هلأ المقارنة بتكون مثلا بعدد المفردات هلأ نحن أول شيء مفروض يعني دائما الأم سواء كان ابنه وحيد أو لأ هو ناشئ ببيئة عند أطفال أو عند أولاد أو كذا مفروض هي الأم تحاكي أنا دائما بحكي للأمهات أنه أنت من وقت اللي بيكون ابنك عم قاعد بحضنك وعم يرضى المفروض تقول له هلأ أنت عم تشرب حليب بعد شوي بديروح أنا وياك باي وقت يكون عم يتحمم هلأ بدنا نلبس البنطلون مثلا أو هلأ بدنا نستخدم الشامبول المفروض تعطيه مفردات وتسمي مسميات للطفل طبعا هو عم يخزن كل شيء ممكن تتخيلي يعني كل الكلمات وفجأة بفاجأك فالمقارنة مهمة لأنه إذا كانت الأم عم تمشي صح أصلا لو قتل بتكون الأم عم تمشي بصراحة صح فهي ما تتبهت قارن يعني قلت لي بالأم بتترك الولد على الموبايل أو على الآيباد قاعد أو على التلفزيون عم يتفرج فهي ما رح تنتبهها أصلا ابنه إنت تأخر أو إنت فجأة يمكن لح تنتبه فهون ما عدا تفيد المقارنة المقارنة هي بتكون أم واعية وعم تتصرف مع ابنه بالطرق السليمة بس لقيت إنه ابنة تأخر ألأ نحنا منتشكرك كثير على كل المعلومات اللي عطيتنا إياهم نتمنى دائما فرح من كل أم عن جد تكون كثير واعية وخاصة بالمراحل الأولى لأي غلطة بالتصرفات طفلة يمكن حتى تتوجهها لعند الأخصاصي وتحل المشكلة شكرا إلا إليك رمضان كريم وعليكم إن شاء الله هنا عاد عليكي مرة تانية وشكرا لك المعلومات لأدمتي